نبدأ بقى بسم الله نقشط الخشب العب شريط طويل شبه اشرة الخشب نكمل بقى ونطلع شرايط خشب هتنفعني في الفكرة بتاعت النهاردة قبل كاشا كتل المية السخنة ونرمي شرايط الخشب او النشارة في المية السخنة بفرد الشريط وبرصص شرايط جنبه وحبدأ بقى اجدل واغزل الشغل بتاعي برفع ثلاث شرايط رأسية واسيب ثلاثة رفع ثلاثة واسيب ثلاثة كده انا خلصت ادي الحصيرة كمان بتاعتي نشفت اوه ايه اللعب اظن فهمت الغزل اللي كنت بغزله ما شاء الله لا قوة الا بالله حاجة اخر فخامة بعد كده بقى وعكس الطبيعي هنبدأ نعمل الصندوق بتاعنا الدولاب يعني اخد بقى الدولاب ونعلقه على الحطب فشر ومصمار نفتح ونبدأ نرصص العدة اللي بحبها جوة الدولاب سلام عليكم اشتركوا في القناة